اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الريان الفضائية اليوم تأهل فريق لنهاي بطولة القلايل ليضم الى فريق الجدي المتاهل من المجموعة الثانية وفريق الشقب المتاهل من المجموعة الأولى من النخش ومن مجلس القلايل يسرنا ويطيب لنا انا واخوي سعيد بن عجان ان ننقل لكم مقاعر واحداث بطولة القلايل الفريق من اللي تأهل وشلون تأهل ويا مرحبا بكم ويا مرحبا بك اخوي سعيد بكل بقى فهد طبعا اليوم وما طرع الفريق اليوم كانت اثارة وتحدي ومتعة لا حدود لها لك راح اشوفها معكم بإذن الله مجلس القلايل مجلس القلايل اشتركوا في القناة 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 لو نغيب عنها أسبوعاً تمناها فأحنا دامنا وإحنا موجودين فيها خلنا نتغان أمهون نستانسن وفراح وكذا وبكرة هذه السوالفنا كلها اللي سارتها لها فنقولها حق ربعنا إيش طار ويش هدينا ويعني مكن حضرتوا معنا الصيد وشفتوا الصيد يعني حباري فرجة الطير يلحق ويرد ويلحق ويرد ويصيد وكلها فرجة وناسة الحمد لله موسيقى موسيقى نحط الظهارات البصات هرمناها ونحط معها لومي ونحط معها ونحط معها صار وصار نحط معها الموجودة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة Physikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik لحقها شو طول معها حميث احبار يا حميث احبار يا حميث احبار يا حميث احبار يا حميث تنامسنا واستنسنا وقمنا بعد ندور وقمنا بعد نعس نبغي نشوف اكثر تأفاني حبارا صيدة في البطولة يعني من دخل الفطولة احنا راضيين عن اللي سويناه زي وراضيين على المجهود اللي بدلناه ثر الحبار اذا عينته وقصيته وعينته من بعد 4 كيلو من بعد 5 كيلو من بعد شقة وتعب فلما تفقع جدامك غير غير لها لها نشوة ولها فزة قلب يا محلل النموس والله اللي تنمسنا يا مرحبا نوعدكم السنة الجاية بإذن الله تعالى ان نكون نفس القروب ان شاء الله وان شاء الله نتأهل بإذن الله تعالى والتوفيق بيد الله والله منشوف الرابع شكلهم عندهم همه يعني السنة الياية اذا بنعيدها طبعا بنخليهم يستعدون استعداد تام موسيقى 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 اشتركوا في القناة نشكل قايمين على اللون اللي عدوا والمسابقة هذه والقلائل وإحنا استفدنا شيء كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن الليلة هذه اخر ليلة وبنحاول ان شاء الله نستغل اليوم بكرة احنا عندنا ليس ساعة انتهي لكن بنحاول طبعا مع تعليمات اللجنة ان نصبح الصبح ونطوي بيت الشعر ونشد بالنا ونسرع ونسرع طبعا تعلمنا شيء واي تعلمنا الحياة الأولية فعلا قاسية 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 نحن قاعدنا ثلاثة ياما واربعة تياما ثلاثة ليالي فعلا يعني مبسيطة تشوف المسافة قدامك وتحاول توصل ونحن فينا رغبة في المقناص يعني نضرب المحل هذا ونضرب المحل هذا كانت سهلنا بالسيارة لكن اللبل صعبة شوي وبعض اللبل اجفلت اللي جات بعض اختيارنا في اللبل بعضها تحرن تبرك ما عادة تقوم إلا نقلصها نربطها مع ناقة ثانية طبعا هذا يأثر علينا بدأنا ما نكون ثمان اشخاص إذا قلصنا رجال معنا في مطية عبارة احنا ثنين استوينا واحد لو كنا مفترقين كان أفضل وأكبر المساحة نقدر نمسحها يعني نقدر نقنصها ونمشي فيها بس هذه المشاكل اللي واجهتنا لكن فعلا يعني الحياة الغديمة قاسية يعني ما هو بسيطة من اليوم الأول عنده أربع ثمانين وعنده أغام سماء حارب الصيد نعم مصاد البارحة فعنده اليوم ثلاثة تقريبا مئة وثلاثين مئة وثلاثين مئة واربعين نقطة مئة واربعين موسيقى موسيقى بالنسبة لبكرة بيكون آخر يوم بيكون فيه فاك بيت الشعر وبنطلع بنقنص تغريبا عندنا لحد الساعة انتين الساعة انتين خلاص ننتجها لخروج من المحمية بالنسبة للفريق الصراحة أنا أشكرهم على جهتهم معي عز الله ما قصروا يعني قيمين بالواجب أكثر بالنسبة للفوز في بطولة قرائل الأول شيء عندي وهم شيء هو الفوز بالربع بالمعارف هذه كلها يعني شيء طيب بالنسبة لو رجعت الأيام مثلا نفض اليوم كان أول يوم دخول بالنسبة الخطة ما رح أغيرها لأنه مقتنع منها والترتيبات نشمه لكن هذه توافيق موسيقى علومة ذياب الطير اللي هديتها على كروان العاط علومة ذي الطير بقدمه ليه قاصر بحاسم بيض الله وجهه رح نقنصنا شمال السعودية ونادامي غيال هناك سعودي على كروان قال لي كربية ذياب أزم عليه لهده عليه قتلها بشري قالوا لي ها تبغي في القاع ولا نرفع لك كتابت على هواك قالوا لي هدينا عليه طبقه عند القار طبقه دلقار عقب طلع من عنده تكزفوك والحقه ويعلقه ونعلقه وطلع ما يدي اللي بيار كتابت تبغي تنوم الشل فرق الشواهين قال لي لي طارة شرها وحصدها فرق مزندة بالمزايا براهين في هدتها كل المقاضي ضمنها حتى هبوب الريح ما تطلبه دين حتى الثرية بالقمر قط طلبها يتوق لا منه نوزين بشين ويسعى يدور للمعالي قممها يا ابو حسن تسلم يا ذرف اليمين يلي المرادل وشجاعها مرها وافي وبالجزلات دائم لنتبين عطيثك ربي يقدر عليها ما توفقوا الليلة بصيد قال ثالث لي ما ضحوا والله كريم إن شاء الله ما عزندهم أمس لا ما صادر ولا صادر واحدة واحدة ظهر صادر واحدة لقد كان إذا لم يغلطان الله بالبال إن شاء الله تابعنا وإياكم مشاهدنا الكرام صيد ومعشة الفرق الأربع المشاركة في المجموعة الثالثة اللي تأهل منهم فريق القوانيس مبارك له ونقول حق الفرق اللي ما تأهلت معه وضاء خير إن شاء الله في المشاركات الجاية ومتعب على البركة تأهل الله يبارك فيك تستاهلون تستاهل خير والسامعين العام شاركت وما تأهلت السنة تأهلت يعني استعدت السعدات جيد نعم العام تأهل شاركنا ولكن ما بأظهر من الحظ نحن تأهل والسنة هذه شاركنا مرة ثانية وجدنا والتوفيق من عند الله وتاحنا غيرت الطيور وغيرت الخطط والله الطيور طيري اللي معي كان معي العام والطير اللي مع ابو عامر كان معاه العام يعني فيه تغيير يمكن فيه ثلاثة أو أربعة نبارك لك مرة ثانية وتستاهلون التأهل ونقول حق الفرق اللي شاركوا وما تأهلهم عوضا خير إن شاء الله في المشاركات الجاية الله يبارك فيك ويبارك في الحاضرين والمشاهدين الحمد لله تاحنا ولكن كان فيه منافسة قوية صحيح بيننا وبين الفشاخ الفشاخ اللي يعتبر فايزو نقول له نعم 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 أنا أعتبر ان تأهيلنا وتأهيلهم انهم استحق راح نشوف إن شاء الله شون كان تأهيلكم فهم الصراحة أبدعوا وجدوا ولكن في الآخر أحسمت هال القرعة وحتى الفريقين اللي شاركوا معكم روض العين وفريق البهادي بعد بيض الله يجيه هو جكب يضعب ومتعب هو وجه الحاضرين والمشاهدين والمنافسة في المقام الأول العلم الطيب بين الرجال أخوية وزملاء وهل وإخوان اللي مهم بالمنافسة إلا فيه نقاط أو في صيد أو في تأهل صدك يعني المنافسة لازم تشمل أمور كثيرة والأمور هذه كلكم عارفينها صحيح وعز الله ما قصروا علومهم طيبة وإن شاء الله أنتم مدان بالتوفيق المعزة علومهم علومك أبو متعب طيبة وعلوم الحاضرين والمشاهدين مشاهدنا الكرام نبدأ بمنافسة اليوم الأخير اللي هو اليوم راح نشوف صيد فريق أبو هادي ورجع لكم طبعاً طبعاً الشباب تحفزوا يعني اليوم واخر يوم يحاولون يشدوا الحين من الأوأل أقل حتى لهم متأهليين مثلاً ما ندري حينش اللي صار لكن إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله بشدوا الحين الماخرية حتى لو سيد اللي اللي قاتلنا بس المشكلة أن الشروط لازم أول شيء تهد بيتك وتخلص منه وبعدين تقلص ونحن مستعجلينا عشان نبين نروح لهم بسرعة أحب يا فراشد هاي أخبار هيا يلا هاي أخصان فاركبا إن شاء الله مالي الرئيس لا بروح بعيد عنه كل أمور طيبة ترى كل أمور طيبة يا باه السنة الياية إن شاء الله بتشوف شيء أحسن وصيد أكثر إن شاء الله من السنة هذه هي أكيد أول واحد أول مشترك بتمرن من اليوم بتمرن حق السنة الياية يعني سنة كاملة وأنا بتمرن حق هاي القلايا ما تخذ تجربة أو تدخل في مكان معاك مجموعة وعلى قلب واحد ومجموعة مترابطة أكيد الوقت يهون عليك والمتاعف هذي كلها تهون عليك يعني ما أحبت أن أطلع من هذه التجربة بدون ما أصور صراحة بخصوص الحادثة حذيفة مثل ما تعرفون واحد من الخيالة اللي عندنا ما شاء الله عليه فقال لي صورني أنا بقى فوق الخيل وقال صورني ومركن فوق الخيل وأنا كمصور أتوقع أي شيء يصير يعني فكنت مركز معا من بداية من أول ما ركب لحد ما نزل فكنت أصور كل اللغطات طاح من فوق الخيل والحمد لله صورت يعني أكشن الحمد لله بس صراحة شيء يعني بيبقى في الذكرى يعني ونتوثقت يعني شيء ما رح يعني في أشياء صارت ما تنسي يعني ما تقدر تنساها لسنين طويلة بتحكيها لعيالك ورابعك يعني تجربة تجربة يعني ممتازة جدا يعني ممتازة جدا مثل ما شفنا معاكم مشاهدينا فريق بوهادي وصيدهم لي اليوم خلنا نشوف فريق فشاخ بغيادة ريس ابن عبدالله الجبر النايمي اشتركوا في القناة وطبعا بجهل أغراضنا بنطلع برغو بنطوي بيت الشعر بناخذ مطيانة اللي معانا وطيرنا كلها وبنسرح الصبح والله خطتنا اليوم لأننا ما عندنا لساعة ذنتين طبعا ممتازة ما رح نقيل لس منصلي بوهر وبنتوجه إن شاء الله غرب رح متحمسين الفريق بس هدهم التعب شوي أما أنا عن نفسي كنت أتمنى أزيد من تلافين اشتركوا في القناة موسيقى 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 آخر حبارة المحمية قصيناها تقريبا كيلو ونصف وكيلوين وطارت مننا وهدنا عليه الشاهين وطارت هنا موسيقى ثلاثة كيلو لأربعة كيلو شو المسافة من الجبل هداك دانا هنا وماشاء الله أول بها هنا أنا لا يوجد وقت على طلعتنا الحمد لله وفقنا في آخر حبارة إن شاء الله نحصل الثاني ونحن طبعا طبعاً هواية المقناص هاي قديمة تعلمناها من إبهاتنا ومن أخواننا ومن خواننا طبعاً بالنسبة للمسابقة من فريقي ثلاثة أشخاص كانوا مشاركين قبل وجابوا المركز الثالث وإحنا مشاركين الحين وإحنا نهاية نطلع للمنصة لكن لحد الآن ما نعرف النتيجة استمتعنا واستفادنا وعشنا حياة يعني مع لبن خاصة المقناص بالطريقة الغديمة ترجمة نانسي قنقر 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 الآن تلقى طماط والبيبسي وكل شيء تلقى فيه لا خلاوة لا عدم نسمع قصيدة فيدي يقول أرجوك تدمح زلتي يرفيزي والعفو عفو والله وعفو على يدك ادمح لي الزلة ونور طريجي تراي منك مستحي يوم أنا شدك والعفو عند المقدرة ما يعيقي يرفع بقدرك والمعالي حما يدك ولا رفيزك وانت لي صديدي ودي تقدرني مثل قدر والدك أبي السموحة يا الرفيق الحقيقي حيث السموحة والمراجل عاوى يدك والرجل يخطي والخطأ ما يليقي لشك يبلى والقدر نوبصا يدك لشك في الرجلي عن أسباب ضيدي ادمح خطاي وحطني من سنة يدكم وننظم لبرة بسلك دقيقي يقدر يخيط الصدع والله يساعدك وعندي عزيز وفي منازل شقيقي قبل قرب تسني بين شخصك وساعدك يضيز بالي يوم شفتك تضيدي أقدر الرفقة والله تباعدك بعدك ينشف جاش قلبي أريدي ونالذي منسى جماية الفوايدك وقدر الغالي وقلبي شفيقي لعلنا فيك العيد إن عايدك حكم ضميرك لين عقلك يفيقي لين كشف سرك وتدري بدأ يدك يا ابن الكارم خل سدك عميدي ماضيك يشهد فيه جماية الشايد كنت على الشتسات وجهك طليدي صدرك وسيء وسنت الله عبا يدك لا تخلي الحاسد علينا يويدي ترى يتاجر من مراحب ودأ يدك والحر يلحق من بعيده لحيدي والعزم حطه من لزايم جدا يدك وإنسان لحدث الخطأ ما تطيدي نفسك عزيزة ما تحمل زاها يدك واحذر من اللي شاب نار الحريجي لو حط مريش الوسايد لو حط مريش النعامة وسايدك وأنا شديد الباس حبلي وثيقي وعد حالي مرك هايز عميدي وسلامك الله سلام الله سلام الله سلام عليينك مشاهدين الكرام بعد ما سمعنا القصيدة هالجزلة من شاعر جسل نشوف صيد الفراغ الباقية اللي هو رض العين لكن بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا فيكم مشاهدين الكرام مثل ما شفنا فريق بوهادي وفريق فشاخ نروح معاكم الآن ونشوف فريق رض العين ونشوف صيدهم اليوم وما بدأ يهبه من هوا العصيد داعي واحد اليوم من كاف نطوية الشعر نسنع أغراضنا بنقرص بنالله كتب لنا شيء نهد إن شاء الله بنصي ما همشي طالعين مستنسي هذا همشي ضايقين نتمنيننا إننا صيدين ومتنمسين بس خلاء على الله نذكروا لهذا دمس ما صدنا شيء حاولنا حاولنا بس مالله كتب ستب ضايقين نبننطلع ودنننكمل بنا يا رب نعوض اللي رح علينا يا رب ماضي يلا خانت وكل بالنسبة لخطة اليوم بنطلع غرب بتجاه جزارة احنا وإحنا أرادين جنوب والحن نستغل الوقت قد ما نقدر ونطلب الله التوفيق إن شاء الله موسيقى موسيقى بالنسبة لخطة الحبارة حصلنا ثر ثانتين ثانتين أو ثلاث في شيء منهم غديم وقصنا بعد لقينا مكسوس وشيء منهم لقينا جديد وقصينا معاه ويوم خدنا مسافة لقينا بعد مكسوس لكن ما في نصيب في أشياء أكيد الواحد مقاني عرها وعرافها مقدم هذه المطوضة بس الحمد الله أنا على الكرح أنا اكتسبت خبرة من الرابع كلهم استفت وفت وتعلمت وعلمت النسبة الآن شاء الله أننا في تغلبين ساعتين لاحظنا ما حصلنا شيء أك الله يا كريم نحن ناوين وجهتنا نطلع جنوب شوي بروسو بالسمر إن شاء الله نتفعله بخير لو أحد يتفعله بخير والله يوفقنا إن شاء الله ووفد الجميع إن شاء الله أهلاً وأن أنا يا حمد عيني من النوم من صاعة وما أبدأ يهب تابعنا وياكم مشاهدنا الكرام صيد فريق روض العين راح نتابع وياكم فريق القوانيص المتأهل وصيدهم اليوم خلصنا أغربنا طوينا ديتنا الحمد للنا نريدنا بتمديد نريدنا بيومين يوم زيادة وإن شاء الله نبوي نسرح أن نرزق الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم هو اخر يوم في المشابقة والحمد لله على كل حال اعلم الله أننا اشتمشنا في المقناص واستفدنا خبره في المقناص وفي غير المقناص ولا فيه تعب يعلم الله ما فيه تعب حتى يشتمر المقناص من أربع أيام ما فيه تعب الصيد اللي صدنا صدنا ثمان حبار يعني احنا طلعين اليوم معنا مية وشتين نغط وأتمنى أن يكون فريغي ومتاه والله يوفقين وفق الجميع بالله اشارك السنة الجاي وكل السنة يكون فيها المقناص وأنا عندي فرصة بالله شارك والله أنصح الشباب يشاركون لكن يكون الشباب شباب صحيحة مستعدين مستعدين ولا يكون فريغ كل شباب يكون في ناس ولا فريغ ما راح يمش الشباب الحاله ما يكفي موسيقى موسيقى مرحب فيكم مشاهدينا وشفنا معاكم صيد الفرق اللي شاركت راح نشوف معاكم الآن نتائج الفرق ونتائج الصيد النغاط اللي حصلوها خلال هذه الجولة ونجع تقني طبعا ن viu على الشاشة فريق الابوهادي موسيقى موسيقى وفريق فشاخ موسيقى وربعين نغطة موسيقى وفريق القوانيس موسيقى وناول هنا لحنا نعزي صحيح هنا ساولت تعادل بين فريق قوانيس وفريق فشاخ أخي سعيد سنرى الآن الفرق فيه راجعة للمخيم وشلون؟ تم استقبالهم وشلون؟ دارة القراءة فيهم دارة القراءة فيهم مشاهدنا الكرام نرى الفرق راجعتهم للمخيم وبدى اللواهب الهبوب براده وعانق هوا الغرب يمنى الشوق بدوان طار المدى والقيف طورك عاده وتزينات على قطر وسحقبان لا وهنيا اللي مشابه راده السيل يزمي بالحزم عقب غدران وغذى في راس طويل ارتداده وطير اللى فوغان على العود ناشوان يلقط زمالي قربيع جراده وخذت خطوالي من الرش عاريان شاهين فرخو من سلالة باده مطروح في دار العجم قوم رهبان في معتغادهم كل دار السلام ورحمة الله مرحبا 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 نفس الشي 8 حباري 160 نقطة تعادل روض العين احباره وين 40 نقطة وبهادي فريق ابوهادي بعد احباره وين 40 نقطة يعني صار فيها تعادل يعني تعادل في الفرق الأولى وفي الفرق الثانية إن شاء الله لكل فائز احنا في حال التعادل الكل عرف موضوع القانون شروط البطولة اننا نرجع لأول صيدة اللي يكون صيد أكبر صيدة هو اللي يتأهل في البطولة لكن الصيد بيّن عندنا انه كله من نفس النوع اللي هو كلها حباري نعم فيكون بعد الخيار الأول يكون عندنا الخيار الأخير اللي هو القرعة عندنا القرعة كفيت سويناها في ست سويناها على ست مغلفات كل فريق له ثلاث مغلفات يعني كل اسم فريق بتكرر ثلاث مرات قرعتنا جاهزة ماضي بخجيم بتشوف لنا حد يسحب القرعة معانا اليوم طبعا في وفد من أكاديمية سباير زايرنا واحنا اتغلينا الفرصة هذي وخذينا الطالب من الطلبة الوافد الأكاديمية اللي هو سالم وليد العبيدلي سالم حياك حياك يا سالم حياك يا رب نحن نتمنى التوفيق للجميع قل بسم الله طبعا هي ثلاث ستة ظروف ثلاثة فيها اسم فريق فشاخ ثلاثة فيها اسم فريق القوانيس ثلاثة في قام الله ثلاثة فيها اسم فريق عندنا حق السنوات القادمة إن شاء الله بإذن الله البطولة يبيلها واحد تكون فيه شوي رياضة تكون متمر قبل لأن فيها تعب وهم شي الصبر معاوضين خير إن شاء الله هلنا كلهم ربعي وإخواني قبل المسافقة وبعد المسافقة شفنا معاكم مشاهدين الكرام الأفريقية يوم رجعت اللجنة وشفنا اللي هو ميبليس القرعة القرعة ابو نهار طبعا الرابع متعادلين قبلها بليلة قبل المنكاف جابه 140 نقطة و140 نقطة وفي المنكاف الله راد أنهم صادروا كل واحد ونصادروا أحبارة متعادلوا فيها وصادروا 160 و160 في كثير من الناس يقول لك إخي لو أنها مدة المياه الساعتين أو مدة المساعة تعطيه فرصة أن يمكن يصيد أو فرضا للجنة فكت لهم أحبارة ويعني أنهم يصيدونها كل نقام يحط حلول وطرق والله شوف هو لقد الشيء مثبوت في قانون نحطها القانون من البداية أن في حال التعادل نرجع لأول صيدة لا يمكن أن يفهمونها خطأ لن نتحدث عن أول صيدة أول شخص صاد نحن نتحدث عن نوع الصيدة وليس نتحدث عن توقيت نحن نتحدث عن نوع الصيدة أي أول فريق صاد حبارة والفريق الثاني صاد حبارة فلن نحن هم متعادلين الفريق رغم واحد مثلا صاد إحبار والفريق رغم اثنين صاد ضابي يتأهل لأن الضابي نقاط أكثر نقاط أكثر في الأقرح نبينت معنا المجموعة هذه أنهم تطابقوا في الصيد صيدهم كلها حباري فنرجع للقرعة القرعة تكون قدام الكل مثل ما شفته نعم جدد تكون علمية و يسحبها حتى واحد موم من اللجنة والحمد الله كل الفراق راضي وهذه أول مرة تصير معك؟ من العام ما قد صارت؟ نهاي و السنة و كنا كنا أمس حتى في حلقة أمس ذكرنا الموضوع هذا صحيح تناقشنا معك بنهار بخصوص إذا تساوه نعم نسبق لها قبلها نعم نسبق لها كان هناك توقع أنه كان يصبح تعادل مع أن فريق القوانيس فرق أول الصبح ولكن رجع فريق فشاخ وتعادل فريق بعد ساعة تقريبا الصين نص ساعة نص ساعة هناك نقطة بك تأكدها للجمهور و المشاهدين اللي هي؟ لا يتقل العدد للصيد في يوم واحد مثل فريق فشاخ صادة يوم أربع فريق القوانيس صادة أول يوم أوليوم لا 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 تخل نحن نتكلم عن نقطة معينة و نقطة واضحة وثابتة نعم نوع الصيد أكثر صيدة لما تطابقت معنا فيها نرجع للقرعة صحيح بعض القادة نتكلم معهم قبل خروجهم كانوا أيدين الفكرة هذه يقول لك أنا أطلع من المحمية فايز لو نطلع فريقين فايزين ولا يطلع واحد فينا مهزوم على سبة أكثر صيدة هم طلعوا والحمد لله راضيين فقعنا نرضى بالقرعة بيض الله يجيكم أنت وضحتوا و حتيتوا القوانين كل حاجة صالح مسك الله في الخير الله يمسيك بالنور العافية شفت البطولة نعم طالعا ما شفت سوف يفتحونها الدولية نعم نعم تشارك والله حقيقة أنا وشي لما أتكلم عن البطولة بشكل عام أنا أشوفها مسابقة فريدة من نوعها حقيقة يعني لأن دائما المحافظة على الموروث والشيء اللي يربو عليها أجدادنا وشيباننا هذا شيء مميز حقيقة صحيح فلما نقيسها على المسابقات اللي تصير في المنطقة فأنا شوف أن المسابقة هذه يعني تفرد ومميزة وكلها نوماس الكل يعني يتشرف أنه يدخلها وأنه يشارك فيها ويتكلم عنها حقيقة أما بالنسبة مثل ما تفضلت عن أنها تكون خريجيا بتكون المنافسة أقوى صحيح وبالعكس يعني حنا كلنا بالنهاية أخوان وودنا نشارك أكيد هذه الساعة المباركة يا مرحبا أردك أرجوك لما تم صالح اكتساب خبرات الإخوان تختلف عن خبرات المسابقة ونستبدو منهم ونستبدو منهم صحيح نعم الطرق تختلف طبعا نعم طريقتها في طريقة القنص وفي الصيد لكن مثل ما تفضلت هي بالنهاية تبقى مسابقة صحيح 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 بالقرعة المجموعة هذه لم تصادر شيء من الغزلان صحيح، كلها حباري صيد كلها، الغزلان قوية والمجموعة التي جاءت إن شاء الله تضع بالها المسألة، مسألة القنص بالركادة مثل ما يقول الشاعر الصياحة في الأجهزة ودبكة الخيل في هذابه والصياحة للشباب ترى الصيد يسمع ويذير وكلهم قالوا وعندما رأينا الصيد وابعد خص الغزلان فأنا أنصح المجموعة الجاية الأفرغة الجاية أنها تركز والركادة والهداوة يقدمها بيض الله واجه طبعا نوح للجمهور أن المجموعة الرابعة سوف يدخل العساس بكرة وهي مجموعة الرابعة ومجموعة النهائية التي ستعهد منهم فريق و سيدخل إن شاء الله في النهائي مع فريق الشقب وفريق الجدي وفريق القوانيس وثناث الأفرغة قوية أنا أشهد ما هي فريق القوانيس فريق الجدي وفريق الشقب فرق قوية يا سعيد فرق قوية وفرق الجدي هو بطل المسابقة الماضية و الفريق الثاني لا يستهان فيه فريق تاحل عن جدارة والكل المستعد والكل المستعد والكل المستعد والكل المستعد لا أحد رأيها تخرب من الجهود ولكن الأمور ترجع للتوفيق نعم، الله يوفق الفرق والكل المستعد والكل يأخذ الأول عن البقية وهم معنات ولا بتقليل يعني عن مستوى واحد وهم معنات أنه أشتر من الباقين ولكن الأمور يا سعيد ولا هنون الحاضرين والكل المستعد الشيء التوفيق من الله قد توفق وتصيد في يوم خمس ست الله يوفق وهم قد لا يحالف الواحد التوفيق ويفلس حتها وحدها لا يحصل إن شاء الله يحالفك شيء إن شاء الله أنتم رب العمي الله كرير نحن نتمنى ذلك نعم وصل الختام حلقتنا هذه الليلة نوه إلى الشارع الكبير إن شاء الله رأيكم معنا جزء من صالح الحربي نعم إن شاعرنا الكبير جزء من صالح الحربي سيكون متواجد معنا في حلقتنا القابلة وصالح إن شاء الله ساعة تسع إذا الله رضي إن شاء الله والحلقة إن شاء الله ساعة تسع رجعت إلى توقيتها الغديم الساعة تسع القابلة إن شاء الله نشكر ضيفنا الشاعر جزء من صالح الحربي الله شكرا وارك الله فيك شكر عبد الرحمة بن أحمد بلد المعاضيب والأخورنا محمد بن هار نعيمي وأشكر جابر من متعب الصعاق وسحرنا معنا الليلة بيض الله وجهك على الحضور شكر على واجب وبيض الله وجيهكم ووجهك أبيض علومكم كلها الصراحة طيبة بيض الله وجهكم ونشكر ضيفنا صالح بن جزال حربي ونشكر أخوي سالم بن أخ جيم العذبي يا مرحبا بك يا سالم مشاهدين الكرام طبعا بعد قليل راح تشوفون على قناة الريان برنامج الدوحة مع زميلي سعد بن متلع مع فريق هل الصاملة إلى أن نلقاكم القابلة إن شاء الله أستودعكم الله وتصبحون على خير هذا البرنامج برعاية كتارا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر